موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة تدريب ممتازة جدا في احد الدول الاوروبية القوية بس قبل ما نتكلم عن الفرصة دي احب اوضح لكم ان ده الويب سايت الخاص بينا هتلاو عليه فرص ومنح كتير جدا تقدروا تتصفحوها بالاضافة طبعا قناة اليوتيوب الخاصة بينا بتلاو عليها منح وفرص كتير جدا ايضا ومشروح فيها كل التفاصيل ولو حبي ان يوصلكوا الفرص والمنح من قناتنا فورا نزولها يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتضغطوا على الجرس صبير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة تمام طيب خلينا النهاردة نتعرف على فرصة اليوم ونشوف ايه التفاصيل تمام هي دي الفرصة خلينا ندخل ونشوف ايه التفاصيل الخاصة بيها والفرصة دي موجودة في اي دولة وازاي احنا ممكن نقدم لها تمام كده طيب الفرصة دي هي فرصة تطوع ممولة بالكامل في اوروبا تمام الدولة اللي هيكون فيها الفرصة دي هي دولة بولندا تمام طبعا بولندا من دول الاتحاد الاوروبي ودولة من الدول القوية معروفة عنها ان ندرس فيها يعني او جامعتها من اقوى الجامعات تمام وكمان المؤسسات اللي موجودة فيها كمان مؤسسات ممتازة جدا طيب بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمنا الفرصة دي جهة اسمها سوبر هيروز فولانترس تمام بيسموها زي كده المتطوعين الخارقين تمام فدي الجهة المانحة طيب المرحلة الدراسية الموجه لها المنحة دي او الفرصة دي الفرصة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين يعني لو انت بسنوية عام بتدرس باكالاريوس ماجيستير دكتوراه اتخرجت ومش بتدرس وحاليا بتشتغل بتقدر تقدم عليها متاحة للجميع سوى انت طالب او خريج من اي مرحلة دراسية تمام طيب مدة التطوع ده عندنا قد ايه التطوع ده عندنا مدته عشر شهور تمام مدة تطوع ده عشر شهور ودي مدة كبيرة بتقدر انك يعني تشوف البلد فيها بشكل عام تاخد تطوع في اشياء كتيرة جدا وهنشوف ايه اهدف التدريب ده بعد شوية طيب المفروض انت العشر شهور دول بتبدأهم من امتى بقولك يتم الترتيب يتم الترتيب موعد البدء بينك وبين المؤسسة اذا تم قبولك المدة الحد الاقصى اللي انت تقعد هناك وتاخد التدريب ده او تطوع هو عشر شهور لو احد عايز يقعد مثلا اربع شهور خمس شهور شهرين ثلاثة انت بتقدر تنصق ده مع المؤسسة وبتقدر تنصق معه انت عايز تبدأ امتى على سبيل المثال واحد عنده متحانات حاليا المفروض هيكون مسلا فاضي في شهر مارس مسلا على سبيل المثال فهو لو تم قبوله انت يعني الشخص اللي هيتم قبوله حيرتب مع المؤسسة يقول لهم والله انا هكون جاهز في شهر مارس للسفر ومسلا انا عايز اربع خمس شهور هم بيبدأوا يرتبوا معاك يقول لك طيب ده مناسب معنا طيب ده مش مناسب معنا بيبدأوا يزبطوا معاك موعد البدء والمدة اللي انت هتوعدى تمام لان هم شغالين اه في استقبال الطلبات واستقبال التطوعات على مدار العام يعني المؤسسة دي بتستاب المتطوعين على مدار العام تمام طيب اهداف التدريب ده بقى ايه انت حضرتك لما تروح هناك وتعمل التطوع او التدريب ده المفروض انت هتستفدي او هتشارك فيه بيقول لك هو تطوع طويل الامد حيث نجمع بين الانشطة من اجل الطبيعة بمساعدة المجتمع المحلي في هذا المشروع بحيث يمكن ان تصبح بطرا خارق يعني بيقول لك ايه بيقول لك هما بيسموها كده منظومة الابطال الخارقين لانهم بيجمعهم بين انشطة كتير جدا سواء خاصة بالمجتمع بالطبيعة بكل حاجة بيتم تدريبك وتهيئتك على حاجات كتير جدا زي مثلا العمل المرتبط المرتبط بالمجتمع المحلي تنظيم مهرجانات صغيرة في الكل المنطقة اللي موجود فيها المؤسسة المتطوعين هيستخدموا مثلا الاماكن الصغيرة في ترتيب المهرجانات الاحتفالات وما الى ذلك للمساعدة تمام كمان حاجة اسمها تنظيم اجتماعات ورش عمل في المدارس ورياض الاطفال يعني هتروح مثلا مدارس الاطفال هتروح حضانات اجتماعات ورش عمل هيتم تنصقها وانك تشارك فيها وتحاول تتفاعل معاهم وتبدي افكارك وانك تساعدهم في الانشطة اللي هم بيعملوها تمام العمل المرتبط ببنى المؤسسة والمنطقة المحيطة به مثل العناية بحديقة الزراع المستدامة يعني مثلا الاماكن المحيطة بالمؤسسة زي العناية بالحضائق تمام اللي موجودة حواليها تنظيم المنطقة حسب الموسم تمام المساعدة مثلا انك تساعد في مثلا تشوف ايه المنطقة دي محتاجة هم مثلا هم زي مجتمع مدني كده تمام مجتمع المدني ده بيحاول ان هو يشوف ايه الحاجات السلبية او ايه الحاجات اللي هم ممكن يقدروا يعملوها المجتمعهم او البيئة المحيطة بيهم فانت بتساعدهم تمام فدي الفكرة كمان العمال المرتبطة ببعض عمال التشتباط في المبنى عمل يومي وابداعي المساعدة في الفعاليات التي تنظمها وتستضيفها المؤسسة لو مثلا المؤسسة تعمل احتفالية هستضيف فيها مثلا اشخاص مثلا من المنطقة نفسها ما الى ذلك احتفالية مثلا لسبيل المثال طلاب مثلا الاوائل طلاب او الاشياء دي كلها فانت حتكون منظم للحاجات دي تمام هتساعدهم جمان بقى في افكار تانية هتكون تابعة لشغفك يعني لو حاجات انت مهتم بيها بتقدر انك تشارك فيها لان طبعا موجود كل حاجة عندهم مجالات خاصة بالطبيعة بالمجتمع المدني بكل حاجة تمام فدي الحدف من التطوع اللي هم عايزين يطلعوا ديل اللي هو مبدع وان هو يكون عنده افكار واشياء يعني من خلال يعني ايه من خلال ان هو يكون عنده رؤية واضحة لكل شيء اللي هو سواء بالبيئة الطبيعة المجتمع المدني ما الى ذلك تمام طيب بالنسبة للتمويل الفرصة دي اول حاجة ممولة بالكامل انت مش تدفع فيها تكاليف اي شيء خالص تمام كده طيب كمان مصاريف التدريب والتطوع هتكون بالمجان انت التدريب والتطوع فيه تطوعات وتدريب بتكون اصلا بتدفع لها فلوس عشان انت تاخد يعني التدريب ده لكن انت مش تدفع اي تكاليف خالص تمام كده كمان سيتم استيعابل المتطوعين في السكن في سكن موجود في المبنى اللي بتملوكوا المؤسسة في الطابق التاني من المبنى هما كدبين كده ان هيكون في سكن لجميع المتطوعين اللي هيتم يقبولهم تمام اضافة سيكون لديهم الوصول الى حمام مع دوش ومرحاض ومطبخ لاعداد واجبات الطعام هيكون وتوفر لك المرحاض اه دوش والمطبخ عشان تجاهز واجبات الطعام الخاصة بيك لو انت عايز تطبخ ما الى ذلك تمام كمان سيتم تزويد المتطوعين براتب للطعام لو انت مسلا حابب تاكل مسلا في مطاعم برا او حابب انك تشتري الماتيريا الخاص بيك للطبخ اه ممكن عادي هيتم توفير راتب اضافي لك تمام كمان سيحصل كل متطوع على مصروف جيب بالاضافة للسكن والطعام اللي هيكون بالمجان انت هتاخد مصروف في الجيب تمام اه بعملة اه بولندا تمام اللي هو بما يعادل تنمية زلوتي بولندي تمام شهريا انت هتاخد الراتب ده تمام اه كمان تزاكر الطعام من بلدك الى بولندا هتكون على حساب الفرصة هيكون فيه كمان اموال اضافية للصفر الترفيه في عطلة نهاية الاسبوع في عطلة نهاية الاسبوع بيتم تنظيم رحلات تمام اه لمدن اخرى في في بولندا مثلا في زيارة اماكن سياحية هيتم اعطاك اموال اضافية عشان اه تقدر انك تطلع في عطلة نهاية الاسبوع كمان مصاريف الصفر الى المشروع العودة سيتم سدادها يعني لو مزلا انت في تنقلات من منطقة لمنطقة مثلا او في احتفال معين المؤسسة بتنظمه كل ده مصاريف الصفر هتكون على حسابه تمام كمان الاقامة في بولندا بتسمح لك بدخول كل دول الاتحاد الاوروبي بدون تأشيرة تمام لان البولندا من ضمن دول الاتحاد الاوروبي فانت ممكن تقدر تخش دول تانية كتير زي النمسا المانيا الدول دي كلها بتقدر تخشها من غير تأشيرة تمام كمان تأمين صحي للطالب طول فترة التدريب يعني انت او انت قاعد هناك لو حصل لقدر الله مرض او حدث بيكون التأمين الصحي على حسابه تمام او دفع تكاليف العلاج طيب كده شرحنا التمويل بالنسبة للدول المتاحة ركز بها معي عشان مش كل الدول المتاحة للتأديم اولا الجزائر متاحة مصر مغرب سوريا تونس فلسطين الاردن ولبنان ولبيا وتركيا دي بس قائمة الدول المتاح لها التأديم في دول تانية غير عربية انا حاولت اجمع لكم الدول العربية وتركيا مش دولة عربية بس تركيا عشان يعني في ناس معها عادي الكنسات تركية وناس عرب فعشان كده انا حطتها من ضمن الدول المتاحة طبعا ولكن فيه طبعا بقى المملكة المتحدة متاحة بريطانيا روسيا متاحة الدول دي متاحة بس اهم شيء ان لازم يكون معاك جنسية الدول دي ما تقوليش مسلا روسيا متاحة واناقعت في روسيا طب ينفع قدم لا لازم يكون معاك جنسيتها يعني لازم الدولة المتاحة تكون معاك جنسيتها ولاسة الاخوة ما فيها تمام كده طيب هنا عندنا ملاحظة الفرصة دي ليس بقى حد اقصر العمر للتأديم فيها يعني مش طالبين مسلا يكون عندها خمسة وتراتين اربعين لا هي مفتوحة لجماعة الاعمار كمان الفرصة دي لا تحتاج اي شارة لغة للتأديم فيها مش مطلوب منك بقى لتساقطوه لو اي شارة لغة بتقدر تقدم عادي اهم حاجة بس تكون بتقريب تكلم انجليزي لان انت لما هتروح هناك هتتواصل معهم ازاي لازم يكون معاك لحد ما محصلة من اللغة الانجليزية كمان هي متاحة لجميع المراحل الدراسية سواء انت سانوية عامة بكادرويس ماجستير دكتوراه متخرق خلاص متاحة لجميع تمام الاوراق المطلوبة حشان تقدم في الفرصة دي اول حاجة من الابليكيشن لفرصة اونلاين بعد كده داخل الابليكيشن ده السيرة الزاتية السي بي بتاعك وكتابة مقال انية مطلوبين تمام ترفقهم ايضا وزي ما قلناك كيفية التأديم انك هتم لقى الابليكيشن اونلاين وترفق فيه الاوراق اللي احنا شرحناها طيب اخر موعد للتأديم في الفرصة دي مش بعيد ولا قدامه وقت طويل هو واحد فبراير 2021 يعني احنا ممكن نقول لسه قدامنا نص شهر والمنحة دي تنتهي فانت تحاول تجاهز نفسك وتراتب امورك عشان تلحق تقدم ليها تمام كده طيب عندنا ملاحظة هنا ان قناتنا قناة من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التأديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزة انا لا عايز تقدم نخللنا على المنحة دي متاح فيه خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستعظمها في التأديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة بنفسك والخدمة تلالتة هي التأديم على الكورسات الانلاين لزيارة فرص قبولك في المنح والفرص ولو عايز اي خدمة من هزي الخدمات بتلاقي رابط استمارك الخدمات دي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو وكمان موجودة اسفل هذه المقالة بتلاقي موجودة هنا اللي هو قدم للمنح من خلالنا لو عايز تقدم وكمان فيه اراء زورنا وعملاءنا اللي اتعاملوا معنا والناس اللي احنا قدمنا ليهم وايه اراءهم الايجابية عننا تمام طيب خلينا دلوقتي نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل هتيجي تضغط على كلمة الاعلان الرسمي عشان نفتح معك كافة التفاصيل تمام اه طبعا الاعلان الرسمي هم موجودة على موقع اسمه وده موقع معروف جدا بيارد منح وفرص كتيرة جدا تمام فانا يعني الموقع ده اتكلمت عليه ممكن خمس ست فرص قبل كده تمام طيب دي التفاصيل الخاصة بالفرصة موجود هنا الدولة بولندا اسم المؤسسة سوبر هيروز ورلينترونز تمام اه التمويل اللي بيتم عمله تمام اه الدول المتاحة للتقديم قائمة الدول كلها هنا ايه اخر معادل التقديم هو ده كل التفاصيل هتلاقي هنا تمام كده طيب لو انا عايز اقدم بقى للمنحة دي او الفرصة دي اعمل هيها تروح تضغط على كلمة قدم الان دي عشان نفتح معاك اللي بيتبليكيشن التقديم تمام البليكيشني التقديم زي ما هنشوف دلوقتي هيفتح معانا بالشكل دا طيب ايه المطلوب من حضرتك دل وقتي المطلوب انك انت كمستخدم جديد على موقع الفرصة دي اللي هو انك تروح تعمل الاول اكون تروح تضغط على كلمة الاكون عشان تعمل اكون الاول تمام تعمل blue file لما بتضغط على كلمة اكون بتطلب منك بعض الاسئلة وبعد الاشياء تملاها زي اسمك اسم العائلة الايميل بتاعك تعمل zoom program تحط الايميل مرة تانية. وتختار تكتب الكود ده. تمام? وتختار اللغة اللي انت عايز تكمل بها بتاعك. عايز تكمل باللغة الانجليزية الفرنسية. بتشوف اللغة اللي انت حابب تكمل بها تضغط على ده. تمام? وبتعمل وبكده يبقى انت عملت بروفايل على موقع المنحة بيوصلك على الايميل بتاعك كود تفعيل. بتضغط عليه. بعدين بترجع تاني هنا. تمام? بترجع تاني هنا. بتحط بها الايميل بتاعك. وبعد كده بتضغط ناكس بتحط الباسورد وبعد كده بتخش للبرافايل بتاعك وبتبدأ تملأ كل حقل موجود فيه او كل موجود فيه وتحط وخطاب النية تمام? طيب انا بالفعل شرحت المواقع ده سابقا في فرص كتيرة فمنعا للتكرار انا حطلكوا رابط فرصة سابقة وكنت شرحت فيها المواقع ده بالتفصيل ووضحت ازاي ممكن تملأ الخاص بالمواقع ده فانا حطلكوا رابط الفيديو ده في سندول وصفة اسفل الفيديو تتفرجوا عليه وتشوفوا الفيديو الخاص بملء الابليكيشن ايضا ويتتابعوا كافة التفاصيل وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والأبول ليكم ما تنسوش اخر معاد 1 فبراير 2021 واللي احنا بنقدم كمان خدمات للتقديم بشكل احترافي على الفرص والمنح وان شاء الله كل الامور تكون تمام ويكون بالأبول ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته